بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليماً كثيراً أمة الإسلام في كل مكان هنأنا الله وإياكم بأيام هذا الشهر الفضيل ورزقنا وإياكم من بركاته وكراماته وعفوه وعافيته وجعلنا وإياكم من خيرة عباده الصالحين هدايةً وصلاحاً وبراً وتقاً وإحساناً أيها الأمة المباركة في ظل هذه الجائحة العالمية والوباء الذي طبق الأرض شرقاً وغرباً ولزم الناس فيه بيوتهم واعتزلوا عن حضور الجمع والجماعات احترازاً وأخذاً بالأسباب مع توكلهم على رب الأرباب جل جلاله في ظل هذا كله افتقدت الناس المجتمعات البيوت المساجد الأفراد الجميع افتقدوا ما كانوا يشهدونه كل عام في رمضان من التذكير من بث المعاني من إحياء روح الصيام وأسبابه وما يمكن أن ينهض بصيام الصائم وقيامه وعيشه جملة في رمضان كل ذلك كان في جراء ما نعيشه اليوم في ظرف استثنائي عسى الله عز وجل أن يأذن بزواله قريبة كانت كلمات المساجد وخطب الجمعة وما يغشاه الناس من الحلق مما يجدد عندهم تلك المعاني فتنقل داخل البيوت فتعيش المجتمعات المسلمة إحياء لمعاني الصيام في رمضان لكننا في ظل هذا الوضع الاستثنائي نحن اليوم آكد لأن نجدد هذه المعاني حيث يبقى جل الناس في دورهم في بيوتهم بين أسرهم وأهليهم وأولادهم ويفتقدون مثل هذه المعاني فهم اليوم بأمس الحاجة إلى إذكاء هذه المعاني من جديد واليوم سنبدأ برأسها وأولها ومدخلها الأهم وهو معنى الإيمان والاحتساب في الصيام وفي القيام وفي كل ما يتعلق بشأن رمضان جاء في أحاديث صحيحة أخرجها الشيخان الإمامان البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا الصيام وذاك القيام كلاهما ذكر بهذا القيد الإيمان والاحتساب ولما جاءت ليلة القدر على شرفها وقدرها وهي غاية منتهى أمال الصالحين في رمضان وما يرغب الجميع في الفوز به والظفر به ليالي رمضان ليلة القدر أيضا جاء هذا القيد فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا التأكيد النبوي وهذا التقييد الشرعي لمعنى الإيمان والاحتساب من أجل الفوز بهذا الموعود الكبير غفر له ما تقدم من ذنبه هذا يحدونا أمة الإسلام ويحملونا على أن نلقي الضوء وأن نركز وأن نهتم غاية الاهتمام لهذا المعنى في الإيمان والاحتساب فإن من ورائه ذلك الفوز العظيم وإلا نخشى والله أن نبوء بحرمان كبير لا يعدله شيء إذا ما فاتت علينا هذه الأيام البباركة بصيامها وقيامها وليلة قدرها فلم نظفر ليس لشيء إلا لأننا فقدنا هذا المعنى إيمانا واحتسابا تأملوا معي كان يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه كان يمكن أن يكون هكذا على الإطلاق لكن الشريعة قصدت هذا التقييد إيمانا واحتسابا فكان من الأهمية بمكان أن ندرك معنى الإيمان والاحتساب سأنقل بين يديكم أيها المباركون طرفا من كلام أهل العلم في بيان معنى الإيمان والاحتساب ثم أيضا طرفا من هذه المعاني وكيف ننزلها في حياتنا لنصيب هذا الأجر الكبير عندما نحقق بصيامنا في رمضان الإيمان والاحتساب ونحققه كذلك في القيام إيمانا واحتسابا عسى الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم في زمرة الفائزين بهذا الموعود الكبير غفر له ما تقدم من ذنبه لكن هاهنا مدخل مهم ألا وهو أن ما من عبادة فرضها الله علينا أمة الإسلام وهي تؤدى بالبدن والجوارح إلا وللقلب فيها لله عز وجل عبودية تؤدى بالقلب أجل نعبد الله صياما بجوارحنا وصلاة بجوارحنا وحجا بأبداننا وجوارحنا لكننا نتعبد الله عز وجل في ذلك كله أيضا بعبودية القلب بل حظ القلب في كل عبادة يؤديها العبد حظه أعظم من حظ البدن نحن نصوم نمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر حتى المغرب لكن القلب له حظ من عبودية الصيام أجل وأعظم وأكد فكل عبادة تشمل هاتين الناحيتين عبودية باطنة وعبودية ظاهرة يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى إن لله على العبد عبوديتين عبودية باطنة وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وله على لسانه وجوارحه عبودية فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يجب له الثواب وقبول عمله فإن المقصودة امتحان القلوب وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية ولبها فإذا خلى عمل الجوارح منه كان كالجسد المواتب لا روح انتهى كلامه رحمه الله هذا كلام في غاية الأهمية لأن الإيمان والاحتساب هو عمل قلبي هو عبودية القلب في الصيام صمتم اليوم وأمس وقبله بفضل الله وستصومون ما كتب الله لكم من بقية أيام الشهر صمتم بدنا بالإمساك عن الطعام والشراب لكن ينبغي أن يكون قلبكم أيضا حاضرا أيها الصائمون في عبودية الصيام وعبوديته هنا هي الإيمان والاحتساب وعبوديته أعظم من إمساكنا عن الطعام والشراب وآكد أو ما فهمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ليست القضية إمساكا مجردا مع غفلة عن معاني قلبية إيمانية ينبغي أن تعمر قلب الصائم وهو صائم في رمضان وأن تعمر قلبه وهو قائم بين يدي الله في رمضان وأن تكون هي الغطاء الأكبر الذي يعيش داخله وهو يتحر ليلة القدر ويلتمسها في العشر الأواخر في رمضان الإيمان والاحتساب الذي جاء في الأحاديث من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر مما تكلم فيه أهل العلم ببيان لإظهار معنى الإيمان والاحتساب المقصود في هذا الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته ومعنى احتسابا أن يريد الله وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص ويقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه وبالاحتساب طلب الثواب من الله سبحانه ويقول الإمام الخطابي رحمه الله احتسابا أي عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه هذه جملة معاني وعبارات أهل العلم حول معنى الإيمان والاحتساب إذن الإيمان الذي نحققه بالصيام والقيام إيمان بفرضية الصوم أن الله عز وجل أوجبه وجعله لنا أمة الإسلام ركنا من أركان ديننا العظام إيمان بأن الله سبحانه وتعالى أوجبه في كتابه فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إيمان بأنه من لوازم عبوديتنا لله النصوم لله كل عام شهر رمضان إيمان بما رتب الله عز وجل لهذه العبادة من عظيم الأجر والثواب وما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل الصيام ومرغباته وعظيم ثوابه عند أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى إيمان بأن الله عز وجل جعل لنا في هذا الصوم أحكاماً قررتها الشريع جاءت في الكتاب وفي السنة في موجبات هذا الصيام ومفطراته وأحكامه إيمان بذلك كله إيمان بأن الصوم عبادة ينبغي أن يفرح بها العبد وهو يؤديها لربه ولا يفعلها تكليفاً ثقيلاً على النفس كريهاً إليها إيمان بأن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد وعن صوم الصائمين وعن صدقة المتصدقين وعن قيام القائمين وعن الخلق أجمعين لكنه سبحانه جعلنا في هذه الحياة وأوجدنا لعبوديته والصيام أحد أبواب العبودية التي نحقق بها المقصد الأكبر من إيجاد الخليقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيمان بعظيم حرمة هذا الشهر وتلك العبادة إيمان بأن إفطار رمضان لغير عذر حرام ومن كبائر الشريعة التي لا يجوز للمسلم اقترافها ولا تعد حدودها إيمان بذلك كله بما جاءت به النصوص الشرعية في هذه العبادة فرضها وفضيلتها وأحكامها وتعظيم مكانتها والتهويل من أمر تجاوزها واخترامها كل ذلك أيها الكرام الصائمون داخل في عداد معنى الإيمان في الصيام والإيمان الذي نلتمسه بصيامنا لله جل وعلا ويدخل في معنى الاحتساب أيضا رجاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يدخل في معنى الاحتساب أن ندرك ونحن نصوم لا أقول الشهر ولا أقول صوم كل يوم منه بل أقول صوم كل ساعة منه ينبغي أن نحتسب فيها ما جاءت به النصوص في فضائل الصيام وأجر الصائمين وما لهم عند الله عز وجل وأن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فنصوم احتسابا لهذا الأجر وطلبا لهذا الثواب نصوم يوم نصوم ونحن نعلم أن الله عز وجل يحب هذه العبادة يقول سبحانه في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي نحتسب هذا الأجر ونحن نصوم كل يوم في رمضان ونحن نعاقب يوما تلويوم نفرح ونحن نتقرب إلى الله بهذه العبادة نفرح بصوم جعله الله عز وجل لأمة الإسلام الصائمة مباعدة عن النار يوم القيامة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا كما صح بذلك الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا كله يحيي عندنا معنى الاحتساب لألا يكون صومنا مجردا أو باردا أو غائبا عنه ذلك المعنى الكبير فيما جاءت به الشريعة لمعنى الصيام إيمانا واحتسابا أيها المباركون هذا كله مفهوم وأنه ينبغي أن يكون صيامنا في رمضان إيمانا واحتسابا وأن يكون قيامنا للتراويح وقيام الليل سميناه تراويح أو سميناه تهجدا ينبغي أن يكون أيضا قياما ملؤه الإيمان والاحتساب لله جل جلاله وبين يديه سبحانه وأن يكون حرصنا إذا أقبلت العشر الأواخر ونحن نجتهد في تحري ليلة القدر رجاء إصابتها أن يكون قائدنا في ذلك الطريق وأن يكون عنوان هذا البحث والتحري إيمانا واحتسابا من أجل أن نفوز بهذا الموعود الكبير هذا كله مفهوم ورغم أن هذا المعنى مع وضوحه وجلائه تماما إلا أنه يثور هاهنا إشكال بدهي وهو أن هذا المعنى الإيمان والاحتساب داخل في كل عبادات الإسلام ولا يختص بهذا صيام رمضان ولا قيام رمضان ولا قيام ليلة القدر صلواتنا الخمس ينبغي أن تكون إيمانا واحتسابا أليس كذلك؟ برنا للوالدين ينبغي أن يكون إيمانا واحتسابا حجنا ينبغي أن يكون إيمانا واحتسابا عمرتنا دعاؤنا صدقتنا ذكرنا لله سائر وجوه البر والمعروف الإحسان ينبغي أن يكون إيمانا واحتسابا هذا المعنى متحقق في كل العبادات فلماذا تخصيص رمضان به دون غيره؟ لماذا قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لماذا قيد الصوم في رمضان والقيام في رمضان؟ وقيد أيضا البحث عن تحر ليلة القدر وقيامها في رمضان بهذا القيد المهم وجعله شرطا يتحقق على تحققه الثواب الموعود غفر له ما تقدم من ذنبه ذكر أهل العلم في ذلك جملة من المعاني التي تلتمس في طيات الإجابة عن هذا السؤال ومن ذلك أن رمضان أخفى عن الأنظار فهو حري بأن تغيب عنه تلك المعاني كيف يعني؟ يعني عادة يقبل رمضان فتعيش أمة الإسلام حراكا مجتمعيا ضخما كبيرا فرحا بالشهر وتهيئا لاستقباله ومباركة وتهنئة هذا الشعور المجتمعي يحيط بغلاف كبير قلوب العباد فهذا مظنة أن تضعف فيها النيات المتحققة التي تصيب هذا المعنى بمعنى أنه يغلب عليها مسايرة المجتمع يغلب عليها مشاركة الناس أو ما شعرتم أننا في رمضان في غير هذا الظرف الاستثنائي هذا العام أننا في رمضان تجمعنا موائد الإفطار في المساجد أو في البيوت ويجمعنا كثيرا التواصي على حضور المساجد جماعة وارتيادها لصلاة التراويح رجالا ونساء ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا ونبحث عن قراءة القرآن وعن سماعه وعن ختمه ونقوم سويا ونقنط الوتر سويا هذا العمل الجماعي الذي يشترك فيه الناس ربما يضعف معه تخليص النية وتحقيق هذا المعنى بمعنى أنه ربما غلب على القلب هذه المسايرة المجتمعية والمشاركة للناس فيعزب عنها هذا المعنى أو يضعف معنى تحقيق الإيمان والاحتساب هذا يتحقق فيه التأكيد على القضية المذكورة في هذا المجلس وهو معنى الإيمان والاحتساب في الصيام والقيام أيضا فرمضان بعبادتيه سواء كانت الصيام بالنهار أو القيام بالليل هي من العبادات الخفية التي لا يطلع على حقيقتها إلا رب البرية الصيام ما هو؟ هو إمساك عن الطعام والشراب أليس بوسع الإنسان بإنسانيته أن يبدو أمام الناس غير آكل ولا شارب؟ لكن من الذي يمنعه إذا خلى بنفسه وأغلق باب حجرته والثالاجة على مقربة منه وقد شق العطش حلقه أن يمتد بيده إلى كوب ماء فيشرب ليروي ضماءه وإذا قرصه الجوع أن يتناول طعاما بحضرته من الذي يمنعه؟ هي عبادة خفية فلا يصوم الصائم إلا لأجل الله سبحانه فتحقق هذا المعنى في عبادة الصيام في رمضان آكد من غيرها وكذلك الشأن في القيام لأن قيام الليل عبادة الصالحين في طيلة أيام العام وهو أيضا من عبادات الليل وجوف الليل حين يرقد الناس فيقوم القائمون وصلوا بالليل والناس نيام هذا القيام بالليل عند نيام الناس ونومهم إنما هو من أجل معنى كبير قام بقلب صاحبه يطلب ما عند الله يفرح ويفخر ويسعد أن يصف قدميه بين يدي ربه قارئا قانتا داعيا باكيا راكعا وساجدا فتحقق فيه معنى الاحتساب من أجل الخفاء الذي يكون فيه لهذا جاء في الحديث القدسي الذي سمعتم قبل قليل قال سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يؤكد ربنا جل جلاله اختصاصه بأجل الصيام للصائمين لما يقول إلا الصوم فإنه لي أوليست كل العبادات لله أليست الصلاة لله والحج لله والدعاء لله فمن الذي يجزين عليها يوم القيامة إلا الله إذن كيف نفهم قوله كل عمل بن آدم له الحسنات بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي نفهم فقط أن ميزان الحسنات يوم القيامة عندما يأتي العبد بطاعة فله بكل حسنات عشر حسنات كرما من الله لكن الصوم خارج عن هذا الميزان يوم القيامة وأجره بلا حساب قال الله فإنه لي ما ظنكم بثواب عبادة يقول فيها أكرم الأكرمين فإنها لي فإنها عندي وأنا أجزي به يعني بغير عدد محدد في المضاعفة ثم ذاكر التعليل في ذلك بقوله ترك شهوته وطعامه من أجلي هذا معنى الإيمان حقيقة واحتساب الثواب عند الله سبحانه وتعالى ومما يؤكد هذا المعنى أيضا في الصيام أنه ربما أظهر العبد في صيامه وهو صائم وفي قيامه وهو قائم شيئا غير ما يخفيه أو ليس بوسع الإنسان أن يظهر للناس صيامه بعدم أكله أو شرابه أمامهم وقد يكون مفطرا هذا متحقق لكنه لما يعيش معنا إيمانا واحتسابا يدرك أن ما يؤديه لربه فيما بينه وبين خالقه هو أعظم وأكد لأن الحديث يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا ها هنا تنبيهات أيها المباركون في ختام هذا المجلس نتلمس فيه تنزيل معاني الإيمان والاحتساب في أيام رمضان هذه في صيامنا وقيامنا وما زلت أؤكد أيها المباركون في ظل بقائنا في المنازل واجتماعنا بأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومن تحويهم بيوتنا واجتماعنا معهم على الإفطار في رمضان وطيلة الوقت ونصلي معهم جماعة الصلوات الخمس ونصلي معهم ما كتب لنا أيضا من تراويح هذا الشهر يتأكد أيها الكرام أن نعيش هذا المعنى وأن نبثه داخل بيوتنا للتذكير به والتواصي فإنه باب كبير ينبغي أن نعيشه باهتمام كبير تحقيق معنى الإيمان والاحتساب فنحتاج أن نذكر بهذه المعاني السالفة الذكر قبل قليل وأن يتجدد في قلبي الصائم منا كل ليلة وهو يتسحر قبيل الفجر أن يكون الصيام هذا لله إيمانا واحتسابا وكلما أقبل على سجادته للصلاة في قيام الليل في رمضان أن يعيش معنا تجديد الإيمان والاحتساب لله سبحانه وتعالى التنبيه على أنه ربما تقع بعض الممارسات مفارقة لمعنى الإيمان والاحتساب وتأملوا معي في النقاط التالية ربما يصوم بعض الناس مسلما أو غير مسلم يصوم صوما طبيا الصوم الطبي إحدى وصفات العلاج التي يحتاج إليها بعض الناس وهم يمارسون صياما قد يكون مشابها لصيام الشرعي من قريب أو من بعيد قد يكون صياما عن الطعام مقتصرا على شرب الماء وقد يكون صياما تاما عن الطعام والشراب ساعات معدودة أو نهارا بأكمله أو فترة من الفترات من مارس الصيام الطبي هو لا يصوم شرعا ولا ينال أجرا وثوابا لأنها ليست عبادة فهذا أحد المعارم التي نلتمس فيها الفرق بين تحقيق معنى الإيمان والاحتساب في الصيام وبين صيام طبي قد يؤديه المسلم أو غير المسلم يرجو به ممارسة طبية وعلاجا ليست هي العبادة الشرعية بالصيام المشروع فليس فيه إيمان لله ولا احتساب للثواب وربما يحصل أنه قد يصوم بعض الصائمين صياما من أجل مقاصد صحية تخفيفا للوزن والتماسا للتخفف من بعض الآلام فينصح الأطباء بأن يكثر من الصيام في رمضان أو في غير رمضان فإذا أقبل رمضان لا ينبغي أن يكون قصده الأول بصيامه استمرار برنامجه العلاج مثلا أو الصح الذي يعتاده للتخفف من بعض الأطعمة وإفراغ المعدة وتنشيط الدورة الدموية وما إلى ذلك من المقاصد الطبية نعم هذه تأتي تباعا وتتحقق لكن يحضر أولا معنى الإيمان والاحتساب ثالثا ليس الصيام عادة اجتماعية ولا إرثا تقليديا ولا شيء أن نتوارثه أبا عن جد لا ينبغي أن ينشأ الصبيان فينا والفتيان والفتيات والأطفال داخل البيوت أننا نصوم رمضان عادة اجتماعية كسائر العادات الاجتماعية في استقبال الضيوف وأداء بعض الرسوم المعتادة داخل البيوت والأسر والقبائل لا إحياء معنى الإيمان وتلمس لهذا المعنى الشرعي الكبير إيمانا واحتسابا رابعا أيضا ليس المقصود من الصيام والقيام في رمضان هو مسايرة الناس في المجتمع ومشاركتهم وأن يغلب هذا الشعور على شعور الإيمان والاحتساب لأنه ربما ضعف وازع الإيمان والاحتساب فغلب على القلب أننا نصوم ونحظر لأجل أن ندرك سفرة الإفطار الجماعية أو لأن السيارة التي ستنقل المصلين إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي أو إلى جامع الحي ستتحرك في الوقت الفلاني أو أننا سنجتمع عند جامع الحي لإدراك صلاة التراويح أو في المصل الفلاني في الوقت الفلاني هذا كله ترتيبات وأسباب لا ينبغي أن تكون هي الباعث الذي ينطلق منه الإنسان في الصيام والقيام بل الباعث الأساس والأصل هو معنى الإيمان والاحتساب فلا ينبغي أن يطغى هذا الشعور لا ينبغي أن تزاحم العادات العبادات ولا أن تكون هذه شيئا يضايق الإيمان والاحتساب لأن حقيقة المفاخرة بالقيام مثلا أن يقول أحدهم قمت الليلة بجزء وجزئين وقرأت بكذا أو بموائد الإفطار المفاخرة بها أو مسايرة الناس أو مشاركة أهل الحي في الجامع يا أكرام الرياء والسمعة والمفاخرة أعداء الإخلاص في قلب العبد المؤمن فإذا زاحمته في الصيام والقيام تخشى والله أن يفقد معنى تحقيق الإيمان والاحتساب التي جاء بها النص الشرعي أخيرا فإنه مما يتحقق به معنى الإيمان والاحتساب في الصيام أيها الصائمون والقائمون ألا نتضجر أو نتأذى أو ننزعج بما قد يصيبنا من تعب أو جهد في شيء من تلك العبادات إذا كان النهار في صيام رمضان طويلا والصيف حارا أو كان أحدنا عاملا يصيبه التعب والإجهاد والعرق والعطش لا ينبغي أن يكون صيامه حتى ولو صام أن يكون صياما محاطا بالتململ والضيق والانزعاج والتذمر هذه عبادة نقربها إلى الله معنى الإيمان والاحتساب أن نؤديها طيبة بها نفوسنا كذلك القيام في رمضان لما كنا نشهد المساجد كم كان يتململ الناس من الآئمة إذا أطالوا القراءة أو الركوع أو السجود وطالبنا بالتخفيف هذا التململ مما يزاحم معنى الإيمان والاحتساب في القلوب أيها المباركون اليوم الكل في بيته يصوم داخل بيته ويفطر في بيته ويقوم صلاة القيام تراويح وتهجد في بيته أيضا هنا والله فرصة لأن نقول هو باب كبير شرع لنا من أوسع أبوابه اليوم في ظل هذا العزل الإجباري الذي نعيشه حيث لا مسائرة للناس ولا مزاحمة لهم ولا مشاركة لهم ولا مفاخرة اليوم كل في داره والعبادة بينه وبين ربه فليحقق معنى الإيمان والاحتساب أحيو هذا المعنى في قلوبكم في قلوب أولادكم أزواجكم بيوتكم وأسركم عسى الله أن يكتبنا وإياكم جميعا في عداد الفائزين بهذا الموعود الكبير ولا تنسوا من غفر له ما تقدم من ذنبه أمني كبير والله أن نشهد هذا الثواب الكبير بتحقيق هذا القيد المهم ليس صعبا وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه إنما المراد أن ننتبه إلى هذه المعاني وأن نتعاهدها فإنها عبادات قلوب حري بنا أن نحييها فإنها والله كما تقدم أعظم وآكد من صيام الجوارح ومن قيام البدن وحده هذه عبادة قلب إذا حضرت حضر معها الخير وحضر معها تمام الأجر والرقي عند الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بمنه وفضله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا في هذا الشهر المبارك في هذه الأيام الفاضلة في هذه الليالي المباركة أن يكتب لنا ولكم جميعا أمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وأن يرحم البلاد والعباد وأن يأذن سبحانه وتعالى بقدرته وهو القوي القاهر والعظيم القادر أن يأذن لهذا الوباء بالزوال والارتفاع وانكشاف الغمة عن الأمة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحتكنفك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا الصيام والقيام واجعله خالصا لوجهك الكريم وارزقنا فيه يا حي يا قيوم تمام الإيمان والاحتساب فاجعل صيامنا يا ربي لك إيمانا واحتسابا واجعل قيامنا لك يا رب إيمانا واحتسابا واجعل قيامنا ليلة القدر لك يا رب إيمانا واحتسابا وأكرمنا والمسلمين جميعا بهذا الأجر العظيم والثواب الكريم وغفر له ما تقدم من ذنبه اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين